تعلم فجأك بقى إنه كلنا عندنا حاجة كده مستخبية والعمرنا نعرف اسمها الانحياز المضمر أو الامبليست بايس انحياز كده من غير ما نقصد يعني أنا في حد كده نقعد نقول كمياتي جامعية فأنا بحبه زيادة وفي حد أنا بفضل بارتاح وبشتغل معايا مفيش سبب منطقي يعني لو هو مش بقول عشان شاطر أو عشان لطيف أنا بستلطف فلان تحصل صح؟ بس احنا عمرنا ما نسميها الانحياز لأ أنا بقول بس لطيف وخفيف على قلبي مش الحال بس كمان الانحياز المضمر بيحصل ساعات بسبب اللي سمعته عن الناس فساعات تسمع يقول لك فلان ده بخيل ففلان البخيل أنا سمعت انه بخيل أنا معرفوش كويس بس أول ما لقيه بيطلع فلوس من جيبه وأبتدي رقبه بقى بص بص ازاي بخيل ده خد العشرين جنيه الباقي ده بخيل قوي أنا عادي أنا باخد الباقي لعشرين جنيه عادي أي حد فينا ممكن يعمل كده بس أنا سمعت عنه حاجة فأكدت فانحست ضده من غير ما أعرف تخيلوا أنه حتى لو أنا عندي انحياز مستخاب دي كده لو أنا صاحب عمل نعمل ليه طيب عشان نتغلب عليه نتدرب في بعض المؤسسات التعليمية في بعض الدول بيدربوا المدرسين بتوعهم على فكرة خلي بالك بس صباح الخير كده انت هتبقى مدرس معنا في الجامعة خلي بالك انت عندك انحياز مدبر بالذات في الأماكن اللي فيها ناس من جنسيات مختلفة عشان طبعا بيبقى فيه شوية انحياز دي فاتدرب على ده وخلي بالك ان احنا فيه رقابة على واحد اتنين ثلاثة لإلا انحيازك ده حرام المستخاب بجواك يطلع في صورة انك تدايق حد عندك في الطالبة أو تغلس على فلان عشان بنت أو تغلس على فلان عشان خلفيته الاجتماعية أو الدينية أيا كان